بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا طهورا مباركا فيه وأفضل صلاة وأتم تسليم على أشرف من نطق بلغة أهل الجنة نبينا وحبيبنا وكرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم حياكم الله أهلا 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 وميت أهلا وسهلا فيكم طلاب وطالبات الأعزاء من جيل 2008 عدنا إلى الخطة المنتظرة والجدول الدراسي المنتظر مع الأستاذ معاد الحاوي لمادة اللغة العربية لجيل 2008 أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم من قلب خاشع يرجو لكم الخير ومحب لكم أن تكونوا بخير وحفظ وحمى من الرحمن وأن يعطيكم سوء لكم وأن يرزقكم النجاح والتوفيق أخلصوا نية من جديد قبل أن نبدأ جددوا نية من الآن حتى يلهمكم الله القوة حتى يعطيكم الله ما ترجونه وزيادة حتى يكرمكم الله أسألكم بالله قبل أن نبدأ أن تنشروا هذا المقطع في كل مكان لكل طالب وطالب جيل 2008 يمور على هذا المقطع والله سيحقق فائدة بإذن الله ستخرج من هذا المقطع عارث وان طريقك عارث ما تتبلش بالمادة عارث عن مين تأخذ عارث متى وقت التأسيس عارث متى تشتري البطاقة عارث متى تبدأ بالمادة بإذن الله ستفصل كل شيء وبإذن الله هذا الكلام سأكون أمام الله سبحانه وتعالى شاهدا ومسؤولا عليه هذه أمانة وهي أمانة عظيمة على آثق بعون من الله وقوة منه أن تكونوا من أوائل المملكة معي لأنكم مختلفون والله 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 والأستاذ معاد دائما مدللين بإذن الله ستكونوا من أوائل المملكة سنشرح على البطاقة بطريقة مختلفة عن كل الأسابة في المملكة كاملة كيف يا أستاذ معاد سنتحدث في هذا الفيديو قبل أن نبدأ مرة أخرى يلا يا أستاذ انشر المقطع في كل مكان حتى تعمل فائدة والله أداله على خيري كفاعله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونحن اليوم في يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم يحبه الله وهو يوم يكفر سنة ماضية وسنة قادمة من صامه وقامه وهو يوم يعتق الناس فيه من النيران أسأل الله أن يعتقى رقابنا ورقاب أبائنا أمهاتهم من النار أكثر من قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمده ولا كل شك به لا أريد أن تكون المقدمة طويلة يا أستاذ لكن قليل وكفا خير من كثير ولها بإذن الله بإذن الله رح تخرج من هذا الفيديو مطمئن وعارف اتجاهك كجيل 2008 ومتى تبدأ وعلمين تأخذ بعون من الله أحبكم في الله جميعا شاكرا دعمكم والله أشكر كل طالب وطالبة دعمني ويرسل الكلمات طيبة وينشر الفيديوهاتي ويدعمني على وسائل التواصل والله منتن لكل طالب وطالبة بحق كل شيء جميل كجمال قلوبكم بسم الله نبدأ وعلى بركته ناسية قبل أن نبدأ يا أستاذي هيا رقبنا على الواتساب الأستاذ معاد الحاوي 0786732774 حتى تدخلوا في مجموعات الواتساب الحمد لله عندي أضخم عدد طلاف الملك طيب مجموعات الواتساب على الرقم زي ما حكت لكم يلا نبدأ يا أستاذي يلا يا أستاذ معاد نقول يا رب نشرت المقطع في كل مكان أسأل الله أني أكتبها جميعكم يلا تعال توجيه جيل 2008 هذا الجدول الدراسي معي أنا الأستاذ معاد الحاوي معلم هذا اللغة العربية على موقع وسد السعليمي يا أستاذي العزيز خطة النجاح مقدمة نظام التوجيه الجديد لازم أحكي لك إياها وكيف رح أتقدم الاختبارات ومتى وكيف ما هي الاختبارات وصياغة الأسئلة ورح نتحدث متى أبلش رح نتحدث عن التأسيس اللي أنا نزلت سابقا في معدل ست حصص والله 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 أجزب بإذن الله وبقوة الله وبمنة وكرم من الله وبتوفيق من الله إذنه إذا حضرت الحصة التأسيسية الست اللي نزلت على قناتي على اليوتيوب والموجود على البطاقة أيضا بإذن الله ستدخل على المادة شايف المادة المادة العربية لغتي المنهاج الجديد عبارة عن مراجعة مش أكثر عبارة عن مراجعة مش أكثر كيف يا أستاذ معاد وين التأسيس رح أدلك على كل شيء طيب تعالي الآن تحدثنا عن مقدمة طويلة مش طويلة كثير وبحساعة الزمن على اليوتيوب مرضو نزلت ورح نتحدث عن الجدول الدراسي ونصائح مهمة لكم وكلمة أخيرة من القلب رح تكون في النهاية تابع الفيديو للنهاية رح نتابع للنهاية يا أستاذ معاد نظام التوجيئي الجديد طيب انتو بتعرف يا أستاذ العزيز انه صار نظام التوجيئ على سنتين طيب وشرحنا هذا سابقا في فيديو طويل عالي طيب يا أستاذ تقدم أربع امتحنات وزارية تاء اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتربية الإسلامية وتاريخ الأردن كلهم مناهج جديدة ودوسيتي المنهاية الجديد بإذن الله بعد العيد رح تكون جاهزة في كل مكتبات المملكة ومعروضة على المطبعات وبإذن الله البطاقة صارت جاهزة تقدر تطلبها الآن في كل وقت ابعتلي ميسيج بتوصلك على باب بيتك مع بكر المميز طيب الآن يا أستاذ عندنا كمان المنهاج الجديد حكينا عنه والامتحانات رح تكون محوسبة يعني إلى حد الآن وزارة التربية حسب ما أعلنت رح تكون اختبارات محوسبة عبر حواسيب واختبارات رح تكون كلها على الكمل كيف يا أستاذ معاذ الله تعالى يا بالجامعات يا بالمدارس يا بالشارع أي مكان المهم رح تكون محوسبة طيب التوجيه على مدارس سنتين هذا بتعرفوا كله متى أبلش يا أستاذ معاذ استراحة المحارب اللي أنا حطيت لك ياها في هذا الجدول تمام أخذ بالك من جدولي لأنه جدول جميئي جدا عندك من 6-8 حتى حكينا 6-8 لماذا 6-8 نحن عربي من 8-6 حتى 18-6 طيب يا أستاذ معاذ طيب يا أستاذ معاذ يعني معك أنت عشر أيام عطلة العيد عطلة إيش العيد طيب يا أستاذ معاذ بعد عطلة العيد كان عندك قبل هيك اختبارات نهائية وفي منه حدر التأسيس ودخصه وعشرات لألف دعته طيب الآن أنا ما حدرت ستأسيس بدي أبلش فيه بيع 18-8 18-8 رح يكون ثالث يوم عيد تمام ولغاية 25-6 تمام 18-6 لغاية 25-6 بدي خطة تشمل 5 دروس أو 6 دروس حكينا تأسيسية تمام بين انجليزي وعربي بالإضافة إلى مراجعة تأسيس وامتحان تأسيس محاوسة طبعا عندي اختبار تأسيس بعد نهاية الدورة رح أعلن عنه بإذن الله بعد العيد مباشرة يعني بحب أحكيه لك يا أستاذ من ثالث يوم العيد أو من ربع يوم العيد تبدأ بأول حصة تأسيسية للي ما بلشوا للي بلشوا لازم تراجع التأسيس لأنه في بث مباشر رح يكون مراجعة للتأسيس كامل رح يكون في بث مباشر يا أستاذ حل اختبار التأسيس بعد إنزاله كل هذا رح يكون عن مجموعات الواتس أب فمشان هيك لازم تتابع صفحتي على الفيسبوك وتدخل على مجموعاتي على الواتس أب طيب يا أستاذ معاد يا حبيب القلب أسأل الله لكم الخير الآن عندي مراجعة للتأسيس وعندي كمان امتحان محاوسة بحكينا عنهم وعندي خمس حصص أو ست حصص تأسيسية بيذي الله من الصفر للمياه يا أستاذ أنا ضعيف العربي يا أستاذ مشان الله عقدي إذي كانت الإعراب وانا صغير يا أستاذ معاد كيف أبلش المادة بشان الله والذي بوقت أظافر والذي ببعث لي والذي برن عليها على الساعة في انتين الصبح بقول لي يا أستاذ معاد كيف أبلش يا حبيبي كلكم أنتو على راسي ولو رنيت الفجر بكون شاكل لك عشان تصحين على الفجر وبحب أحكي لك في أي وقت ما بحط راسي عن خد إلا أرد على كل مفيد منكم وأقرأ كل صغير وكبيرا من تعابيركم الجنلة طيب الآن يا أستاذ لازم تبدأ بالحصول الثاسيسية معك عشرة أيام بعد العيدي Sachen وكواننいつي وقفاف عشرة أيام ليس أكثر ووحبنا من أجلة لك المراجعة أو د集لك المتحان بعد ذلك يا أستاذ لازم تبدأ معي بالغطر مachen أبلي من بدنا يا أوساد عندك أربع أمتحانات بالمنوكل الكتب ها تعال ليش لكلها يا أستاذ لأن 4 الاربع امتحانات فقط محسوبة من المجموع الكام على مدار السنتين يا استاذ الاربع امتحانات تلاتين او خمس تلاتين بالدنية من المجموع العام ليش ما اكلهم اكل ليش ما افلل فيهم ليش ما اخلي لي مدار عشان ادرس الحق اللي بديها حسب ميولي يكون معدلي مؤهل وانافس من الاوائل حتى ادرس بكل سهول بديها طيب عندك من واحد سبعة ل واحد تسعة شرح المنهاج كامل وانا بقول احتمال ابلش قبل واحد سبعة ليش؟ لانه يا استاذ رح نبلش احنا كمان بواحد سبعة في شرح عندك نصوص الاستماع وعندك التأبير وعندك كمان اللي هو نص القراءة او الايات القرانية او البيت الشعلي في الوحدة الاولى وعندك بعدها القواعد على قائفين فخمس دروس في كل واحدة على خمس واحد باذن الله رح نكون خلال شهرين قاضين عليهم بمعدل حسطين او ثلاث حسط شلسوية رح حكي لكم بعد شوي تعال تأسيس اللغة العربية حكينا الوحدة الاولى يا استاذ حكينا فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس دروس وهون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 إذا بتلاحظوا إنه في كل وحدة فيها تعبير في كل وحدة فيها استماع في كل وحدة فيها قواعد في كل وحدة فيها نص إما قراءة إما بيت شعري إما مقالة وهكذا وكن ربي زدني علم يا الله هذه الآية الكريمة صدقوا يا جماعة إذا أردتك رفعة في الدنيا والآخرة إذا أردت مكانة عند الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم صدقني من سلك طريقا ينتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة إذن إذا كانت الله والله لن يقف أن يعارضا في طريقك وسيرفعك الله سيدنا موسى عليه السلام لما أخلص النية لله وتعلم ربنا رفعوا مكانا علي في الدنيا والآخرة ليش؟ بالعلم النافئ الذي سيعلن في الناس كذلك أنا إذا أردت أن يكون لك شأن ومكانة بين الناس عليك بالعلم عليك بالعلم أدرس واشتهد والله لذة الوصول في النهاية إنها لذة طيبة والله لا يذوقها إلا من سهر وتعب وبكى واشتكى وتألم وحذن وفرح حتى يدرس بحلوها ومرها بسنتين كاملات حتى يرى النتيجة التي تقر عينه وتقر عين أمه وعين أبيه أيضا اللذان سهرى الليالي معك والله لا تفكر إن أمك أو أبوك أو أبوك رحي تغفالوا عيني إلا لما يكون مطمئن أنه أنت ابنه أو ابنته بتدرس بكامل أريحيتها موفر لكم كل شيء صدقوني أبوك أو أبوك والدكم جميعكم الله يحفظكم أباكم ومهاتكم ورحم الله من مات منهم صدقوني ينحني ظهره في عمله حتى يأتي ويشتري لك بطاقة ينحني ظهره في عمله حتى يجي لك بسيئتك ينحني ظهره في عمله ويقسم ظهره ويتعب وعرق جبينه ينزغ حتى يوفر لك كل شيء بالدكية وحتى تكون مطمئن لا تفكر يا دماع ما في أب أو أم يحب الخير لأبنك أبوك وإمك يحب يشوفوك أفضل الناس لذلك نصيحة لله ارفع رأسك وارفع رأس أبويك قبل رأسك لماذا؟ لأنهما اللذان قد تعبا وسهران ليالي جانجك طيب أسأل الله أن يفرح قلوبكم وقلوب أبائكم وأمهاتكم في هذه الأيام طيب الآن مجموعات يا أستاذ ولطلب البطاقة يرجى التواصل على وقمي هذا على الواتس أب 07-8-673-2774 وإليك دخول أيضا لمجموعات الواتس أب ضروري جدا يا أستاذ طيب نحن بتقس درس تأسيسية الخمسة وبعدين شو بعد هيك يا أستاذ في عندي بث مراجعة التأسيس رح يكون في 26 ستة وعندي امتحان التأسيس محاوسب رح يكون في 27 ستة وبث امتحان رح يكون 28 ستة يا أستاذ رح ننسى هالموعيد خدها سكرين شوت وصورني معها كمان وبعد هيك كمان يا أستاذ رح أذكركم فيها على صفحة على فيسبوك وقناة على الإستجرام وعلى اليوتيوب وعلى الواتس أب وعلى كل مكانين أيضا الحمد لله بفضل الله وثم بفضلكم يعني صار عندنا شأن عظيم يا رب طيب ورح تنزل بثوث العربي فيسبوك يوتيوب وإنستجرام وسناب شاك وواتس أب طيب 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 واضح الصورة إن شاء الله إنها واضح طبعا يا جماعة كملونا على 20 ألف شري قربنا على 20 ألف يا جماعة تكشوا أستاذكم سير أشهر أستاذ بالمملكة طلع بالله ما أنا مجز ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك حفظك يا الله طيب تعالي الآن يا أستاذي التأسيس للغة الإنجليزية أنا حطيت بعض التأسيسات وبذكينكم حبيب القلب الأستاذ الذي شهادتي به مجروحة والله أستاذ قد حاله وبإذن الله والماجستير والله إنه يعاني في اللغة الإنجليزية هذا من الأشخاص اللي بحبهم جدا ونطقه سليم تأكد نطقه سليم من الكلمات في اللغة الإنجليزية ما رأيت أستاذ نفعل الأستاذ إياد أصنان الله يا رب يرضى عنه ويذكروا لكل خير وهو يجاعد يشاهدنا إن شاء الله رب يبارك فيكم جهودك هاي خطته اللي ينزلكم إياها سابقا تمام على صفحته على الفيسبوك وحب إنه أضفلكم إياها عندي حتى إنكم تشوفوها كذلك طيب الأستاذ إياها أصنان حضر لكم في التأسيس هاي الدروس هو أدرى فيها باللغة الإنجليزية أنا عربي عمي أنا عربي I don't speak English I don't speak English I speak Arabic فقط Just طيب وهي رقم الأستاذ إياها أصنان تقدروا تتواصل معه كمان حتى يريدكم طيب احضرتوا دروس تأسيس وبعد هيك يا أستاذ كمان أستاذ إياها أصنان عنكم مراجعة تأسيس وامتحان تأسيس وبث الامتحان كذلك في نفس الموعد اللي أنا حاطقه قبل بي يعني يوم أو يومين تمام على كل حال يعني يومك طويل تقدر تحضر البث هاد وتقدر تحضر البث هاد كذلك طيب ونرح تنزل بطولة الإنجليزية على صفحة أستاذ إياها أصنان الإنجليزية مع إياها أصنان وعلى رقمه على الواتساب وعلى صفحته على اليوتيوب طيب كيف أبلج أدرى السلمن هاد يا أستاذي هنا نبدأ يا أستاذ اللغة العربية بتبلش التأسيس والخطة اللي أعطيتك إياها ضروري جدا الجدول الدراسي اللي أعطيتك إياها راح يكون بإذن الله اللي هم من 1-1-9 بمعدل حصتين في كل أسبوع راح يكون كافي وشوف عليهم مش حصتين بس راح يكون في حصتين وأنا بوعدك بإذن الله بعد كل حصة بعد كل حصة أو كل درس راح ننزل مراجعة للدرس واكتبارات للدرس وانتحال للدرس ورح أعمل خمس تلاف سؤال بانك أسئلة محوسة ببع دائرة توقع لكل المنهاج خمس تلاف سؤال راح يكون في المكتبات إياها الله في الوقت المنازل بعدكم اللي بتابع معي تطبقني غير كومنسون ستكون اللي بتابع معي غير بإذن الله بإذن الله يكون من الأواحد طيب اللغة الإنجليزية لاغن تتأسس فيها كما مع الأستاذي يا رصمان وعندك تاريخ الأردن تربية إسلامية لما يعتمد المناهج بشكل رصمي بتجيب أحسن دوسيات لتاريخ الأردن أحسن دوسية للتربية الإسلامية وفيه كثير دوسيات يا أستاذي من أساذ اعتقاء رضي الله عنهم تمام؟ تستطيع أنك تحفظ توليش حفظ بطريقة بطريقة أربع مواد كافية طوال الفصل كافية طوال الفصل طيب يا أستاذ كثير من الأسئلة بتوصني سنعات حبيب القلب الله يرضى عليك بصوا عليهم الآن هل هاي فصلين وهذا فصلين وهذا فصلين وهذا فصلين أحب أحكي لك هاي المادة من هذه فصل أول وهذا فصل أول وهذا فصل أول وهذا فصل أول وفيه كمان من هذا الفصل الثاني الفصل الثاني الثاني وهكذا يعني كتب هذا فصل واحد تمام؟ بعدين في عندك كمان فصل ثاني وإدمج الكتبين بامتحان واحد في نهاية السنة أيوة يا أستاذ طيب طبعا لطلب البطاقة أيضاً تستطيع أنك تتواصل مع موقع الوثل التعليبي على هذا الموقع الجدول الدراسي من 1.7 إلى 1.9 طلع علي اللغة العربية طبعاً القطعة المفردات هاي يسيبني منها لأنه إحنا كتابنا رح يكون مختلف شوي فصميف وتمام لكنه حطيته هيك عشان أبينكم أنه فيه قطعة رح يكون فيه مفردات رح يكون فيه مصوص رح يكون نعم طيب عندك الخميس ممكن أنك تدرس تاريخ درس أو دين درس الجمعة ستكون استراحة بالإسفل لك هذا كبداية عندك مهارات أخرى يوم السبب ممكن أنك ينجز فيها يومك الأحد ممكن أنك إنجليزي قاعدة والثنين ممكن أنك إنجليزي قطعة والثلاثة ممكن أيضاً في درس عربي قاعد لكن رح بحكي لك أنه يومين على بالإسفللي يوم الأربعة يوم الثلاثة أو الثلاثة أو أربعة ما بعض يوم كافيات أن يكون بإذن الله على الدفاقة هذه الحصة أو هذه الخطة بشكل عام رح تكون على الدفاقة كمان على اليوتيوب رح تكون بإذن الله يا أستاذ العزيز جزيلاً بتحب وترضى رح تكون إن شاء الله من يومين إلى ثلاثة أيام كما أكسم وأنا بخبركم وأعلنكم قبل ما ننزل الحصة على الدفاقة يا طلاب الدفاقة تمام؟ إن الحصة رح تنزل في التاريخ المعين في الوقت المعين في اليوم المعين ما تتلكش الآن من النصائح الدراسية اللي أنا شكتها من خلال خبرتي السبع سنوات في تدريس الثنوية العامة في المدارس عندي نصائح الدراسية ممكن تقدمها عندك الغذاء والرياضة الغذاء الصحي الفواكه الطبية الكوكتيل تمام؟ الرياضة الركض حتى أنت يا طالبتي العزيزي ممكن أنك إنت ببيتك تتسوي تمرينات معينة تتعليم تتركضي بطريقة معينة بالغرفة تمام؟ على دهاز معين تسجري جيم اللي بدك إياه لكن شباب هم أدبع كمان في الرياضة طيب تلعب فطول تغير تنشر الدورة الدموية وأفضل وقت أنك تصحى فيها وتسرس بعد الفجر صدقني اللي بتنجزه بعد الفجر ما بتنجزه في الواقع باقي اليوم بشكل كامل يعني بتنجز ساعة بالفجر يعني كأنك انجزت أربع ساعات بالعصر تمام؟ ليش؟ لأنو مسامات الموقت تكون متفتحة وهذا أفضل وقت إدراس طيب اختيار المكان المناسب يجب أن يكون غرفة هادئة بعد عن بوضاء يكون عندك السكرات السكر نوت ملصقات وحلوة هيك تفتح النفس إضاءة الغرفة تكون كويسة لون الغرفة يكون كويسة مش راح الصدر ترتيب الغرفة المهم رتب علوياتك كتبك دراستك دوسياتك أوراقك هذا كله بيساعدك على الدراسة ويساعدني كثير كمان يا أستاذ العزيز طيب اختيار وقت المناسب حكينا باقي الفجر وممكن قبل النوم وباقي النوم باقي النوم توكل على الله يا ويلو البنام راح أتبع عليكم راح أتبع على 20 ألف طالب موجودين الآن عمد معك اللي بنام يا ويلو بدك تدرس يا أستاذ بمعدل بدايتها أربع ساعات بعدها تصير على معدل ست ساعات وصدقوني آخر آخر فترة لكم قبل النتائج وقبل المتحانات نهاية راح تدرس ثمان ساعات وفي ناس بدرس اثمان ساعات طيب أقول لكم والله أنا كنت أدرس أكثر كمان يوه هيصير مني لكم تعال لازم تلتزم لازم تلتزم عاهد نفسك من الآن عاهد نفسك من الآن والله يا أستاذي إذا عاهدت نفسك من الآن أعانك الله إذا أعقدت النية لله أعانك الله أسألكم بالله يا أحبي أسألكم بالله العزيز أن يوفقكم أسأل الله أن يوفقكم أسألكم أن توفقوا أنفسكم للإجتهاد والسعي مش أقعد بالدار أقول يا أستاذي طيب أنا ما دبتش أنامك كويسي طب أنت قصرت فيه واجب الساعة عندك عابدك تنظر لهذا المنظور يا رب تنظر أبوكم وأبوكم يا رب والله أنا أدمعي تنذرش وتنزل لما أشوف دمعة أب أو أم يا أخي والله بدني بقشعك والله يتقطر قلبي لما أشوف أمك وأبوك نجاحا لك لأني حسيت في هذه التجربة ومريت فيها كمان يا أستاذي لأن يا أستاذي لازم أنت تفرح نفسك تفرح أهلك ترفع راسك وكمان يا أستاذي تقر كل عدو إليك راها على فشلك تقر كل عدو إليك راها على فشلك بنجاحك ليس بأذيتك له لا اعتزله لكن بنجاحك ستقر عدوك وصدقني صدقني صدقني سترفع راسك سترفع راسك سفو الكراسي سفو الكراسي يوم النتائج والله بالحهاب أسأل الله لكم خير أسأل الله لكم توفيق دعائي لكم واشواقي لكم وانشر المقطع في كل مكان بإذن الله راح تكونوا من الأواضين بإذن الله راح تكونوا من الأوائل من المتفوقين يا رب أشوفكم الأوائل شكرا لكم شكرا من القلب والله بحبكم جدا صدقوني الشرح راح تكون سفاح الشرح راح تكون مختلف والله بعون الله هذا الوجه الطيب راح يتمنى أكو كل خير دائما وراح يكون خير أخ وأب وصديق وحبيب لكم بإذن الله أي شخص سيحتاجني في أي وقت سأقف معها وستقول اللي جربني عرفي يا رب لك الحمد الله يخبرنا وإلى هنا قد وصلنا إلى نهاية المادرية معلم لغة الإجليزيونية معلم لغة العربية معلم لغة العربية توجيه 2008 على موطع وتد للدخول لمجموعة الواتس أب ويعني هذا الكلام كان من قلبي لكم يا رب تكونوا بخير سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخدرك وأتوب إليك إلى لقاء قريب تابعوا معي أول بأول والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر